تفاصيل 32 مدرسة أفضل من السنوية العامة بعد الشهادة الإعدادية اعرفها في هذا الفيديو يبحث طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم في هذه الفترة عن بدائل للسنوية العامة للالتحاق بها في الفيديو ده هنصلت الضوء على 32 مدرسة أفضل من السنوية العامة بعد الشهادة الإعدادية فلو حضرتك مهتم بالموضوع ده يريد تتابع معايا الفيديو للنهاية ولو أول مرة تشوف قناتنا ياريت تدعمنا بالاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد وإن شاء الله معلومات تكون مهمة ومفيدة جدا لأولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية يلا بينا نبدأ مع بعض الكلام عن أهم 32 مدرسة بعد الشهادة الإعدادية أول مدرسة مدرسة توشيبة العربي تتخصص هذه المدرسة في مجالات التركيبات الكهربائية والتبريد والتكييف والتصنيع الميكانيكي المجموع لا يقل عن 220 درجة حسب تنصيق العام الماضي ولا يزيد السن عن 18 عاما في أول أكتوبر ويقبل طلبات الإعدادية الأزهرية وتشترط اجتياز المتقدم اختبارات في اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات التي تتضعها وزارة التربية والتعليم وأن يكتاز المقابلة الشخصية ويتمتع خروج هذه المدرسة بالسفر لليابان لاستكمال الدراسة يعني المميزات المدرسة دي جميلة جدا وهي لها اختبارات في القبول واختبارات بتكون عبارة عن اختبارات في اللغة الإنجليزية والعربية والرياضيات وطبعا لها مقابلة شخصية ولازم المتقدم للمدرسة يكتاز الاختبارات دي كلها ومن مميزاتها أن هي ممكن تصفر الطلبة المتفوقين لاستكمال دراستهم في اليابان تاني مدرسة اسمها مدرسة السويدي السنوية والمدرسة دي توفر مدرسة السويدي وظائب مجموعة السويدي إلكتريك في أقسام صناعة الحديد والصلب وصناعة البلاستيك والخدمات اللوجستية وميكانيكا وصيانة وإصلاح مكونات الطاقة والكابلات والمحولات والإلكترونات الصناعية وميكانيكا وصيانة إصلاح المعدات السقيلة وبتشترط هذه المدرسة أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الاعدادية بحد أدنى من 220 ل280 وقال لا يزيد سن المتقدم عن 18 عام طبعا المجالات بتاعتها مجالات كميلة جدا فطبعا على حسب رغبة الطلاب وعلى حسب ميول ابنك شوف هو بيميل لإيه وموهبته أو هو أنت شايف أنه هيكون كويس في إيه بإذن الله وعلى أساسه بتقدم له في المدرسة اللي هو حبيبها فمدرسة السويدي ممتازة جدا وتخصصاتها مهمة جدا والمدرسة اللي بعد كده مدرسة وي للاتصالات هي أول مدرسة في مصر متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشترط حصول الطالب كحد أدنى على 250 درجة ويجب أن يتجاوز عمر الطالب 18 عاما في أول أكتوبر ويشترط أن يكون الطالب لائق طبيا وأن يكون الطالب مصر الجنسية من أبوين مصريين ويشترط القبول بها اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وبتعقد المقابلة الشخصية داخل المدرسة وبتكون مدة الدراسة بها 3 سنوات 4 مدرسة الضبع النووية ومدة الدراسة بها 5 سنوات وتقبل مجموعة حد أدنى 265 درجة ولا تقل لدرجات الطالب في اللغة الإنجليزية والرياضيات عن 90% وبتقبل خريجي هذه المدرسة لما الخريج من هذه المدرسة بيحصل على الدبلوم الفن الصناعي ويوجد بالمدرسة سلاس أقسام كهرباء وإلكترونيات وميكانيكا ومصرفات العام الدراسي بها 3120 جنيه سنويا ده العام الماضي وقابل الزيادة من أهم شروطها أن الطالب يكون على دراية جيدة بالنظام الكمبيوتر ولازم الطالب يكتازل اختبارات العلمية والطبية ولها كشف هيئة والتعيين المباشر في مفاعل الضبعة النووي السلمي بعد كده خمسة مدرسة الطاقة الشمسية والمدرسة دي أنشئت في مدينة أسوان عقب إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في أسوان علشان تسد احتياجات المحطة من الفنيين والمهندسين وبتقبل مجموع لا يقل عن 260 درجة وبتشترط أن يخلوا المتقدم من أي موانح صحية والخريج بتاع المدرسة دي بعد ما يكمل مدة الدراسة بيعملوا في محطات الطاقة الشمسية ستة مدرسة غبور للسيارات وطبعا طالب مدرسة غبور يحصل على ثلاث شهادات وأول شهادة دبلوم التلمزة الصناعية من مصلحة الكفاءة الإنتاجية والشهادة الثانية شهادة من الغرفة الألمانية العربية للصناعات والتجارة والشهادة الثالثة شهادة من CIC بإتمام الدراسة طبقا للنظام الألماني المزدوج ويجب أن يقل مجموعة الطالب في الشهادة الإعدادية عن 180 درجة وبتتم العملية التعليمية طبقا للمناهج الألمانية وعلى يد خبراء ألمان ومهندسين مصريين وبتشترط أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الأولى يعني الدراسة كلها تقريبا بتبقى باللغة الأجنبية المدرسة بعد كده المدرسة السابعة وهي مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل والمدرسة دي تفازت المدرسة بأفضل عشر مراكز للتعليم الفن والتكنولوجي على مستوى أفريقيا وحصلت على منحة قدرها مليون دولار لإنشاء مركز تدريب مهني والحد الأدنى للقبول بها 120 درجة ومدة الدراسة بها 7 سنوات وخريك هذه المدرسة بيحصل على درجة البكالوريوس وخريك هذه المدرسة بيحصل على درجة البكالوريوس ويشترط في هذه المدرسة اكتياز القدرات التي تشمل اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الاتصال والمظهر العام بعد كده مدرسة السكة الحديد والطرق يتم من خلالها التعليم على هيئة السكة الحديدية وهي مدرسة تابعة لوزارة النقل وبتكون مدة الدراسة بها 3 سنوات ويشترط أن يكون الطالب حاصل على 210 درجات على الأقل والأولوية للمجموع الأعلى وبيتم تعيين خرجها في الهيئة العامة للسكة الحديد وطبعا فرصتها كويسة جدا جدا لأبناء طلبات وطلبات الشهادة الإعدادية المدرسة رقم 9 هي مدرسة الزهب والمجوهرات والمدرسة دي بتبقى موجودة في مدينة العبور ومتاحة للبنين والبنات ومتخصصة في مجال تكنولوجيا صناعة الحلية والمجوهرات وتم إنشاء هذه المدرسة بالتعاون مع شركة إيجيبت جولت والتي تعمل بمجال صناعة الزهب والمجوهرات ويشترط اجتياز اللياقة الصحية والبدنية والمقابلة الشخصية واجتياز اختبارات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات بعد كده مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ويتم تعيين خرجها هذه المدرسة بالشركة القابدة لمياه الشرب والصرف الصحي بمجرد تخرجه من المدرسة وتوجد هذه المدرسة في محافظات القاهرة والبحيرة وبنسويف والنفية وأسيوت وتعمل على تأهيل الطلاب والشباب للنهوض بقطاع المياه والصرف الصحي في مصر وتتولى الشرق القابدة لمياه الشرب والصرف الصحي تشغيل وتدريب الطلاب الملتحقين بهذه المدارس بعد كده مدرسة الهيئة العربية للتصنيع ويشترط أن يكون الطالب من المقيمين في محافظة القاهرة وكمان بتشترط هذه المدرسة أن يكون الطالب حصل على شهادة الإعدادية بمجموع لا يقل على 220 درجة وبتكون كسافة الفصول لا تزيد عن 24 طالب في الفصل الدراسي الواحد بعد كده مدرسة الميكاترونيات بمدينة بدر بدأت الدراسة فيها 2018 بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وتقع في مدينة بدر وبتقبل الطلاب من بدر والشروق والعاشر والعبور وبالبيس والسلام وما يجاورها ومدة الدراسة بها 3 سنوات بعد كده مدرسة مبارك كول تعتبر من أهم المدارس المتاحة بعد الإعدادية للإقبال الشديد عليها وتكون مدة الدراسة بها 3 سنوات وبتنح الطالب دبلوم السنوي الصناعي وبيتقضى الطالب مكافأة شهرية طوال مدة الدراسة حيث تتميز المدرسة بالاهتمام بالتدريب العملي فينقسم الأسبوع لأربع أيام عملي ويومين نظري يعني أربع عملي واثنين نظري وفي حالة رصب الطالب لا يمكن الأعادة وعليه التحويل لأي مدرسة أخرى ويحصل الطالب على شهر واحد فقط أجازة خلال السنة الدراسية يعني مدرس مبارك كول ديك لازم الطالب لو رصب عام لازم يحول منها تمام؟ ومدة الدراسة بتبقى طول مدة الدراسة في خلال العام الدراسي بتبقى طوال العام طول السنة يعني بياخد الطالب شهر أجازة واحد خلال العام الدراسي المدرسة رقم 14 هي مدرسة إلكترو مصر وتتخصص هذه المدرسة في مجال الصيانة الكهربائية بالشراكة مع شركة شنيدر والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية والغرفة الفرنسية وبتقبل الطلاب من محافظات القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية المدرسة رقم 15 مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام وبتتخصص هذه المدرسة في مجالات تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي وطبعا كده وصلنا لـ 15 مدرسة من الـ 32 مدرسة اللي قلنا عليهم وعلشان الفيديو ما يكونش طويل علينا فبإذن الله الفيديو الجاي هنكمل فيه الجزء الباقي من المدارس ومنها مدرسة الإنتاج الحربي ومدرسة أحمد تعلب الفندقية ومدرسة البترول ومدرسة التمرد العام ومدرسة صيد وتربيت الأسماك ومدرسة المتفوقين ومدرسة السنو الإيطالي السلزان وكمان كل المدرسة المتبقية هنشوفها مع بعض في الفيديو الجاي وهنتكلم عليها بالتفصيل علشان ما نطولش الفيديو على حضراتكم فدي كانت أهم 15 مدرسة من المدارس والاختيارات اللي بتيبقى موجودة قدام طالب الشهادة الإعدادية ووليه أمره للناس اللي هي مش حبة تاخد تجربة السنوية العامة والضغوط والمصروفات اللي بتيبقى كبيرة جدا وعبق على الأسرة وكمان على الطالب وضغط نفسي فدي مجالات بتهيأ الطالب للالتحاق بوظيفة بيلاقي له وظيفة في المجتمع بعد ما بيخلص الدراسة وتكون وظيفة محترمة جدا وبيبقى ضامن بإذن الله فرصة عمل ممتازة ومحترمة بعد إتمام الدراسة بنتمنى في نهاية الفيديو إن احنا نكون نقدمنا لحضراتكم معلومة مفيدة وقفدنا أولياء الأمور وطلبة الشهادة الإعدادية وبنتمنى لجميع أبنائنا الطلبة والطالبات التفوق والنجاح وفي نهاية الفيديو بنتمنى من حضراتكم اللي أول مرة يشوف قناتنا واللي عجبوا الفيديو يدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على علامة الكل علشان يوصلوا كل جديد من فيديوهاتنا ويتابع معنا الجزء التاني وباقي الفيديوهات اللي هننزلها في الفترة دي فيديوهات مهمة جدا جدا لطلبة الشهادة الإعدادية في نهاية الفيديو بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة والمشاهدة وأشوفكم بإذن الله في فيديوهات تانية جديدة بإذن الله شكرا لحضراتكم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته